موسيقى حياكم الله هذا موجز الأنباء قال رئيس الوزراء نوريا المالكي إنما يحصل في العراق من فيضانات سببها البنية التحتية التي ورثتها الحكومة من النظام السابق وأضاف المالكي في كلمته الأسبوعية أن حجم الأمطار أكبر من البنية التحتية لشبكة تصريف المياه سياسة النظام السابق وتوجهاته نحو الحرب وإهماله للبنية التحتية وتصريف المياه وبناء المجاري ووضع محطات معالجة للمجاري من غرض الاستفادة من المياه التي يمكن الاستفادة منها الإهمال الذي حصل من قبل المعنيين والدوائر المختص بهذا المجال سواء كانت المحافظات والبلديات أو وزارة البلديات أو أمانة بغداد هذه كلها لم تعر اهتماما كبيرا إلى البوليون التحتية وذهبت باتجاهات هي ضرورية أن يكون لدينا شوارع ومتنزهات وأبنية وكل شيء ولكن هذا الجانب لا يمكن أن يهمل حجم الأمطار الذي جاء واقعا هو أكبر بكثير من قدرة البنى التحتية والمجاري على استيعابها ودليل ذلك أن دولا مستقرة مثل السعودية والإمارات وأمان وأكد المالكي أن المسؤولة والمواطنة يتحملان الضرر في شبكة تصريف المياه دعينا المواطنين إلى العمل والتكاتف مع اللجان التي تم تشكيلها لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمواطنين مجاري العراقية قد أصيبت بعمليات تخريب بعضها متعمد وبعضها إهمال ومع الأسف الشديد البعض منها قد وضع فيه المواطنون مخلفات البناء أو زيت السيارات أو الأوصاخ التي ترمى في هذه المجاري حتى كانت مغلقة وما أحس الجميع إلا حينما دهمنا المطار وإذا بهذه المجاري مغلقة وهذا لا يعني تبرئة للمسؤولين عن هذا العمل أمانة بغداد سبع سنوات اثمان سنوات صرف على هذا الموضوع مبالغ كثيرة وكذلك وزارة البلديات والمحافظات والحكومات المحلية ضرورة تشكيل اللجان الفورية لتثبيت الأضرار التي لحقت بالمواطنين من أصغر شيء أصيب به المواطن من ضرر إلى أكبر شيء من البيت الذي تهدم إلى الأثاث والممتلكات التي تضررت وبشكل عاجل هذه اللجان في كل المحافظات القضية ليست في بغداد فقط وإنما في المحافظات الأخرى التي هي مسؤولية البلديات أن توجد علاجات سريعة إضافة إلى عملية تشكيل اللجان من قبل الحكومات المحلية في تسمية وتشخيص الأضرار لمعالجتها شهدت العاصمة بغداد أمطارا غزيرة الليلة الماضية ما أدى إلى غرق مناطق حيوية في المدينة مواطنون عبروا عن استياءهم اللاشديد من هذا الأمر وعدم معالجة المشاكل أزميا لعرب القحطان والتفاصيل ما إن جفت العاصمة بغداد من فيضانات الإسبوع الفائت إلا وعادت ببحيرات مياه أقوى من التي سبقتها وبرغم تطمينات محافظة بغداد بالسيطرة على الوضع واحتواء الموقف إلا إن الصورة أبلغ من ألف كلمة مواطنون شكوا حالهم إلى المختصين من أجل انتشالهم من بحيرة المياه التي يسكنونها فبعضهم لم يفهم شيئا سوى إن الذي يحدث واقع وليس ضربا من الخيال والله هي هذي من ديش المطرة الأولية صارت هاي قبل شم يوم ونفس الحالة نفس المستوى مع المي والدة تشوف هاي البيوت نفس الحالة والبيت جوه غرقان طبعا كل الغرف الصحيات ها كل يعني كلها غرقان لأن منها ينترس تنترس المجاري يطلع على البيت أمطار لم يشهدها العراق منذ زمن ولسان حال المواطن يقول لم نعد نريد الأمطار نريد فقط أن ننام ولا يعترين الخوف من سقوط المنازل فوق رؤوسنا أمطار الحياة تعطل الحياة حال أناس ذاقوا مرارة الأمطار للمرة الثانية على التوالي والسؤال هنا ما هو الحل وما هي سبل تجاوز أزمة قد يرى البعض حلها أبسط ما يكون يعرف قحطان قناة الإشراق بغداد من جهتها استنفرت الحكومة المحلية في ميسان طاقتها القصوى وأعلنت تشكيل غرفة عمليات تضم جميع الدوائر الخدمية فضلا عن جمعية الهلال الأحمر تحسبا للمخاطر الناجمة عن الأمطار والسيول فيما قرر مجلس المحافظة تعطيل الدوام في المدارس التفاصيل مع مراسلنا أحمد السادخان أمطار غزيرة شهدتها محافظة ميسان دفعت الحكومة المحلية فيها إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية ومنها تعطيل الدوام في المدارس وتشكيل غرفة عمليات تضم الدوائر المعنية لتفادي أي مخاطر محتملة أخذت محافظة ميسان احتياطات جدا كبيرة لاحتمال وقوع أضرار بالمحافظة نتيجة الأمطار الغزيرة فشكلت غرفة عمليات ومجلس محافظة ميسان أيضا بالإشراف على غرفة العمليات أيضا احتمال محافظة ميسان على قوات الفرقة العاشرة من الجيش وإمكانياتهم لمتابعة هذا الموضوع ومجلس محافظة ميسان أصدر قرار بتعطيل الدوام يوم الثلاثة والأربعاء فقط للتربية جمعية الهلال الأحمر أعلنت هي الأخرى حالة التأهب القصوى ووفرت المواد العينية والغذائية للحالات الطارئة تهيئت جمعية الهلال الأحمر العراقي وأخذت كافة استحضارات لهذا الغرض لغرض إغاثة العوائل التي قد لا سامح الله تضرر من جراء الأمطار والفيضانات الأمور التي اتخذناها هي الأمور اللوجستية التي تضمن تهيئة الخيم والمواد الغذائية والمواد الإغاثية إضافة إلى تهيئة المتطوعين لأي حادث قد يحدث لا سامح الله مواطنون دعوا إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلة تكدس مياه الأمطار في الشوارع والاحتماد على الشركات المتخصصة في مجال شبكات تصريف النيان طوفان موجود مياه الآسنة شوارع مغلقة معطلة الأطيان الموجودة الكثير المشاكل مما خلق في نفسه الإنسان ميسان التعال نطلب من الحكومة المحلية ومن المجال المحافظة أن نظرون بعض الاحتبار في الشوارع والمناطق الموجودة ويعيش الأهالي في محافظة ميسان حالة من الترقب لما ستقول إليه الساعات المقبلة لا سيما أن العام الماضي شهد تعرض المناطق الحدودية من المحافظة إلى سيول جارفة أدت إلى تهجير مئات العوائل فضلا عن الخسائر المادية أحمد السدخان قناة الإشراق ميسان حذرت منظمة الصحة العالمية اليونسياف من العنف والإهمال الذي يطال الأطفال أو أطفال العراق تزامنا مع يوم الطفولة العالمية وكشف مسؤول قسم حماية الطفولة في اليونسياف محمد الشيخلي في تصريح صحفي عن وجود ثلاثة ملايين طفل عراقية تعرضون للعنف والحرمان مضيفا أن هذه الأرقام تستند إلى إحصائية دورية تقوم بها اليونسياف إلى أربع سنوات بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شهدت العاصمة بغداد صباح اليوم الأربعاء سلسلة تفجيرات إرهابية دامية سقط إثرها العشرات من الشهداء والجرحة حيث استهدفت تفجيرات الإرهابية مناطق الشعب والصليخ والصدرية والصاحة الأندلس والطوبشي والحرية وحية العاملة وأعرب مواطنون عن استياءهم الشديد جراء هذه الأعمال الإرهابية التي تطال الأبرياء نحن مكبين باب المحل فازدحام السيارات 3 سوات المهاذة يوزع ثواب فبالازدحام 3 سروات فطقت منعرفة يعني جزام ناسف سيارة بس أكثر شي سيارة الضحايا ممكن حوالي 5-6 وإحنا ضرت محلاتنا البلداوي كان يطبخ لبو عبد الله الحسين فتعرف السيارات جاية ورايحة وعالم تطبق هنا فصارت هوسة وسيارة الانترة مع عيني صار فجأة انفجرت انفجار يعني هز العالم سيارات احترقت الكيه طلعت ملعتها العالم ظلت بس يعني شكل لك ظلنا نركض على العالم ريض نطلح وما قدرنا احترقت العالم تأذيت والحمد لله والشكر يعني والعالم احنا ضررنا محلاتنا ضررت وعالم سيارات ضررت ايجاد مصادر اضافية للطاقة امر اصبح قيد التنفيذ لضمان ديمومة الحياة وحماية الطبيعة جاء ذلك في مؤتمر عقد ببغداد لاجاد سبل تفعيل استخدام الطاقة المتجددة في البلاد امير غازي والتفاصيل لتحقيق مستقبل افضل للاجيال المقبلة واستغلال امثل للموارد الطبيعية اقد مؤتمر تفعيل استخدام الطاقة المتجددة في البلاد بحضور جهات متخصصة عدة موضوع الطاقة المتجددة العراق يتوفر على مصادر متعددة للطاقة لا يختزن فقط النفط والغاز وانما تتوفر لديه الطاقة الشمسية والطاقة المياه والطاقة الرياح في نفس الوقت وهذه الانواع من الطاقة التي تسمى الطاقة البديلة او المتجددة هي اقل ضررا من الناحية البيئية افضل من الناحية الاقتصادية تقليل مصادر الانبعاثات الحرارية من استخدام الكتل الخرسانية واستبدالها بمواد اخرى التي هي من الممكن ان تساهم في تقليل الانبعاثات الحرارية خلق بدأ الى للنفط والغاز في مجالات محددة بالاستفادة من الطاقة الشمسية والماء وغيرها من المصادر امر بدأ يلاقي اهتماما كبيرا في العراق وان كان محدودا من حيث التنفيذ طبعا هذا ميدان في غاية من الهمية عالميا وعراقيا ويرتمد بالتنمية المستدامة وضرورة الانتقال الى اشكال غير الطاقات الحفورية بالعراق اعتقد بالنسبة للعراق هناك توجه اهتمام متزايد خلال السنوات الاخيرة ولكن الان نزال على مستوى التطبيقات العملية محدودين الانفتاح على الدول التي لها باع كبير في هذا المجال امر وصف بالمهم للاستفادة من خبراتها تنويع مصادر الطاقة هو الحل الامثل لتلافي مخاطر الاعتماد على المصدر الاوحد خاصة وان الطاقة المتجددة لا تنفذ امير غازي الاشراق بغداد دعا نائب رئيس الجمهورية قضير الخزاعي الدول العربية والافريقية لتنسيق فيما بينها لمكافحة الارهاب وجميع اشكال العنف في المنطقة وطالب الخزاعي في كلمة له خلال القمة العربية الافريقية المنعقدة في دولة الكويت طالب بتشجيع ودعم المؤسسات المالية الوطنية لتقديم المساعدات الفنية والمالية للمشروعات التنموية ومشاريع البنى التحتية في افريقيا عبر دعم واقراض بنوك التنمية الافريقية لزيادة مواردها المالية وكذلك زيادة واردات الصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا فضلا عن تشجيع الاستثمار والتوظيف للمال العربي في افريقيا والتنسيق بين الدول العربية في مجال الدعم المالي العربي للشعوب الافريقية دعا وزير النقل هادي العامري الى تعاون دولي لمكافحة الارهاب وقال في تصريح صحفي خاص به الاشراق ان الازمة السورية القت بتداعيتها السلبية على الوضع الامني في العراق وما يحدث من اعمال ارهابية خير دليل على ذلك بالتأكيد ان الارهاب اليوم اصبح ظاهرة عالمية وليس ظاهرة تخص العراق والوقوف بوجه هذه الظاهرة السلبية يجب ان يكون هناك موقف دولي وهذا ما طرح دولة رئيس الوزراء في زيارة الولايات المتحدة الامريكية بان يُعقد مؤتمر دولي في معالجة الارهاب دوليا ومناطقيا ما يحصل في سوريا له تداعيات واحد اسباب التداعيات الامنية الاخيرة في العراق هو ما موجود في سوريا لذلك موقف الحكومة العراقية موقف صالم لا للارهاب في سوريا ولا للارهاب في العراق عقدت وزارة الثقافة ندوة تحت شعار بغداد عاصمة لثقافة العربية بتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وتزامنا مع معرض القدس للصور الفوتغرافية وناقش الحاضرون تاريخ بغداد وثقافتها وحضارتها أنس الأنصاري والتفاصيل بلاد المتنبي والجواهري بلاد الرصاف وألف ليلة وليلة نفضت غبار السنين العاديات لتعود قبلة للمثقفين العرب حيث تبنت وزارة الثقافة في العاصمة بغداد افتتاح الندوة الخاصة ببغداد عاصمة للثقافة العربية وفتح معرض القدس المدينة المفتوحة وبالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الندوة هي من تنظيم وزارة الثقافة العراقية ومنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للاحتفاء ببغداد عاصمة الثقافة العربية بالتزامن هو افتتاح معرض للقدس مدينة مفتوحة ضمن الاحتفاء بالقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية وهي توأم بغداد عاصمة الثقافة العربية 2013 العمل هو لنقل صورة ما يجري بالقدس لبغداد رغم الاحتلال تنطلق اليوم اعمال ندوة بغداد عاصمة للثقافة العربية التي تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الالكسو ويتزامن مع هذه الندوة افتتاح معرض القدس المدينة المفتوحة بالتنسيق مع لجنة دائمة للاحتفاء بالقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية ندوة ثقافية طرح فيها المشاركون مواضيع وصفت بغداد رمزا وبيتا للقصيدة العربية ومقصدا لعشاق الفني والابداع إذ تضمن المنهج طرح بحوث ثقافية وتأريخية عن مدينتي بغدادة والقدسة وأسهم عدد من الباحثين في تسليط الضوء على توأمة المدينتين الحضاريتين ثقافيا هذا ليس بغريب على العراق شعبا وحكومة فهو لا يخفى على أحد المواقف العراقية العظيمة تجاه القضية الفلسطينية وهي اليوم تعزز هذا الموقف باحتضانها لهذا المعرض الهام والذي يسلط الضوء على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمدينة المقدسة القدس ومعاناة سكانها وليس فقط سكانها يعني معاناة من بشرها لشجرها وحجرها وبحسب المراقبين فإن هذه النشاطات من شأنها أن تسهم في إخراج البلاد من النفق المظلم والعبور بها إلى بر الأمان المجتمع العراقي أخذ بالتصاعد والوتيرة الثقافية والتنمية كل هذا يدلل على أن بلدنا إن شاء الله يكون موطئ قدم لكل الحضارات ها هي بغداد تفتح أبوابها وأحضانها مجددا إلى أشقائها العرب لتثبت وتبرهن بحق أنها عاصمة للثقافة العربية وصف قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنأي قوات التعبئة بأنها تجسيد لعظمة الشعب الإيراني ومكامل القوى في إيران مشددا على صمود الشعب أمام عداءه وأشهد الإمام الخامنأي في مراسم تجديد بيعة خمسين ألفا من قوات التعبئة الإيرانية اليوم الأربعاء لتضحية قوات التعبئة في البلاد وصفا تجمع هذه القوات بأنه يمثل أحد تجليات مرحمة عاشراء نهاية الموجز دومتوم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر